صباح الخير وأهلا وسهلا فيكن هالحلقة مليانة ألوان قدمة بدكن وcolor coordinations وcombinations غاربين ما بيخطروا عبالنا بس هن كتير حلوين مع بعض رحبلش وراي بأول color combination لليوم وهي اللون الأحمر والأزرق فيه ألوان براسنا منحس بتطلع كتير حلوة على اللبس بس بس لنجي على الواقع لحتى نطبقها تطلع هالألوان مش كتير حلوة مع بعض اليوم إذا انتوا من محبي الcolors وبتحبوا تضيفوا ألوان على خزانتكن هالحلقة لقلكن ورح تكونوا عم تستفيدوا من هالcombinations يلي بيلبقوا على بعض وبيطلعوا سوبر حلوين أول combination وراي عم شوفها هي الblue and red الblue and red تنينهم primary colors ونتخيلهم أوية أو غاربين مع بعض بس هون وراي عم بثبت لكم قديش مهدومين بالأخص إذا كان فيه prints إضافة على قطعة من اللوك جاكات تنورة أو top بأول صورة عم نشوف هال midi skirt أو التنورة يلي طولة على الكاحل paired مع هال red flashy top يلي كمان flowy وواسعة كتير مهدوم هاللوك مهدوم كتير كمان إذا نحن ماماز أو pregnant women وعابلنا نلبس شي فلوي ومريح بتاني صورة عم نشوف classic jeans cropped ومحتوط عليه blazer حمرة الحلو إنه طالع أزرق وأحمر لأنه هي عاطية إضافة للشوز يلي كمان هو باللون الأزرق وللباق يلي كمان هو باللون الأزرق فحتى للجينز فتاحت هال blue تبعه مخلينا ناخد هال contrast بين blue and red وما تقولوا ليه تاني لون منه classic ومش كلنا منقدر نجربه بش نهار بتالت صورة عم شوف هالتان نورة يلي هي من two degradations of blue أو درشتين من الأزرق واحدة فاتحة وواحدة غامقة وبنفس الوقت فيها print كتير مهدومة عم نعمل لها pairing مع هال top يلي هي flowy top كمان وصمري باللون الأحمر خبرتكن قبل إنه إذا نحن عنا قطعة printed وعابلنا نعمل لها styling عطول منفكر فيها as base منبلش فيها ومنشوف شو بدنا نبني بالlooks عليها يعني التانورة printed فينا نحط لها هال top الحمرة فينا نحط لها تي شيرت حمرة حتى فينا نحط لها شميز denim أو تي شيرت بيضة وهيكي منكون اعتمدنا على print to pop up the print يلي هي بالتانورة رح انتقل أنا وإنتو نروح لعند second color combination لليوم أو تاني combination لليوم وهي الأخضر والأصفر الأخضر والأصفر لونين كتير حلوين مع بعض وإذا عابلنا نجرب لون غريب وجريء و different yellow and green هن go to colors تبعكن وراي عم شوف look من الأبيض والأخضر والأصفر حلو كتير أنه البلاين تي شيرت أو البلاوز يلي هي سيدة بيضة تحت الجاكات الخضرة ومعها التانورة عاطي إضافة حلوة لأنه مخليتنا نركز على الأشياء يلي بدينا الصبية نركز عليهم بدينا نشوف التانورة وبدأ إينا نشوف الباگ أو البوشات يلي حملتها زبطت معها كتير لأنه ضافت هاللون الأبيض يلي هو neutral وما عطانا ما أخد من حق الدزاين كله هوني حلوة إنه الcombination لأوتفت تقريبا كله باللون الأخضر بس إضافة هال mini bag باللون الأصفر هي يلي عطت هال combination الحلوة بتاني الصورة عم شوف هال green base dress أو فستان الباز طبعه باللون الأخضر وعليه إضافات ملونة من purple وأصفر وزهر رح له كتير إنه أول ما فكرت بالstyling قررت تضيف عوينات وجزدين باللون الأصفر مع إنه الفستان الألوان القوية والبرزة فيه هنه pink بس هي راحة للكمبو تبع green and yellow بتالت وآخر صورة عم نشوف كمان أخضر وأصفر بس من مشتقات اليالو يلي رايحة سوى بالمسترد أو المتاغد والجزدين باللون الأخضر يلي منه كتير مألوف وما منشوفه عطول بس كمان منكون بها الكمبو green and yellow رح كافة أنا وإنتوا ونروح لعند third combination of color today وهي combination كمان مختلفة وحلوة وأنا من الcombinationز اللي كتير بحبه وهي أزرق وأخضر الأزرق وأخضر كمان لونين كتير حلوين والحلو إنه الألوان فيها كتير degradation يعني فيه أخضر فاتح فيه أخضر نيون فيه أخضر فيه أخضر pistache فيه أخضر pastel كل هال combination تثبط مع بعض بأول صورة عم نشوف على ليوني اختارت هالبانتس يلي هو in blue color ونسأت معه هالبليزر يلي اللونه light green أو هيكة pistache green وحطت معه جزدين من لون أزرق من درجة مختلفة غير البانتس وعملت color blocking بشكل كتير حلو وهالأوتفت طالع super trendy بتاني صورة تقريبا نفس الstyling حبيت فرجيكم قديت درجة الخضار بتفرق على الأوتفت لأنه بتاني صورة عم نشوف هالblue pants يلي هو قريب لأول blue بالصورة إنما محتوط مع white t-shirt أكيد لأنه ما عنا كتير options نخبس بعد أكثر بالألوان تحت ومحتوط فوق هالبليزر إنما اللون طبعه هو green grass أو الأخضر يلي من لون الحشيش يلي هو أكثر vibrant وكمان محتوط جزدين أزرق لحتى ما نفوت بألوان كتير عادة إذا عنا بليزر وبانتس من ألوان pop color وبدنا نحط تحتهم t-shirts body أو أي شيء أو accessories يأما منعتمد منلحق الجاكت أو البانتس أو منحط شيء neutral وهو nude أو white أو black بتالت صورة وآخر صورة عم نشوف صوت كاملة متكملة من نفس اللون وهو اللون الأزرق ومحتوط تحتها t-shirt باللون pistache كتير حلوة it's very nice ومنى كتير over the top يعني إذا نحنا من الأشخاص اللي عبيلنا نجرب colors هيدا السوط هي لإلنا رح كافة أنا وإنتم نروح لعند fourth color combination لليوم وهلأ yellow and blue yellow and blue من combinations المفضلة اللي رح يمرق بعد غير عندي لأنه منحسهم بيلبقوا مع بعض هيكي يعني بس نفكر بلونين أصفر وأزرق أو بس نقول أصفر عطول من ضفله navy أو blue وراي عم شوف تلاتة looks اللوكس بياخدوا العقل كتير مهضومين وسوبر سوبر on trend أول صورة عم نشوف هالstriped pants بالwhite and blue ومحتوط مع هالtop اللي كتير funky باللون الأصفر مع هالعوينات يلي هني see-through glasses باللون الأصفر مع هالmini bag كمان باللون الأصفر إذا أنتوا بتكن تنسقوا لونين عبعات وتنقول بتكن تعملوا accessorizing مثل بأول صورة ليالوز ما تعملوا panique إذا ما عندكن أصفر نفس الdegradation حيالا degradation of yellow بيتماشى بيتاني الصورة عم نشوف كمان yellow and blue على هالchomies والpants يلي بياخدوا العقل والtexture طبعهم قريبة شوي للساتان الأميس والpants فلهيك عاطين لمعة كتير حلوة ومخلين الdegradation يفوتوا ببعض وكأنه look معمولين لينلبسوا على بعض وهون نعمل accessorizing لهالbag يلي هي باللون البنة مراحت للأصفر وشوز بالأصفر يلي أنجأ مبين من الpants لأنه جاي بنفس اللون بتالت صورة وآخر صورة عم نشوف كمان satin pants كأنه pyjama like pants مع شميز باللون الأزرق كمان درجة مختلفة من الأزرق وتنسيق مختلف أو styling مختلف مع هالbandonat يلي على الراس كمان بالأزرق وهالslipper يلي كمان another shade of blue عم نشوف three different shades of blue مع هالpants يلي هو citrusy أو هيك أصفر على حامض على فيه نقطة green كتير حلو هالcombination وكتير حلو الstyle راح نكفسها ونروح لعن خامس color combination لليوم وهي orange and purple كمان الorange والpurple من الألوان القوية already يعني إذا لابسين full purple هيدا بالأخص هيدا الدرجة او اللوك وإذا لابسين full orange كمان او اللوك so hey it's vibrant look إذا نحنا من الأشخاص اللي منحبها الكمبو فينا كتير نكون عم نساقة بطريقة simple أو بطريقة أكتر stylish عم نشوف هال purple pants يلي محطوط معه هال flowy off shoulder shirt باللون الorange حلو إنه الشوز طبعة ملقت نفس ال degradation طبع ال purple وما عندها نفس ال degradation طبع ال orange فراحت لشي من مشتقات الموف أو من مشتقات ال purple لتلبسوا كاشوز بدي أخبركم شي لو أنا لبست ال orange بإجرة كانت خلت نظرنا يروح على شوز بعدين على ال pants بعدين على ال top بعدين كانت أسمت بين ال pants بين الإجرين وبين ال top وهالشي ما نمنيح نحنا بس بدنا نلتقي بحدا وبس بدنا نطلع على العالم نطلع عليهم هيك أو هيك وهيك أو هيك ما بدنا شي يزعج لنا نظرنا بالطريق فأحلى إنه مبلشين بpurples وخلصنا عند orange أو مبلشين بorange وخلصنا عند purples بتاني سورة كمان بالقلب orange pants و purple sweater أو cardigan و purple bag بس اللوك كله سبورتي إذا نحنا منقول color combinations أو pop up color أو color blocking مش ضروري يكونوا بس dress up في يون يكونوا كاجو اللوكس بآخر وثالث صورة عم نشوف هال flowy orange dress يلي بيصرخ summer ومحتوط فوقو هال cardigan and purple هالجزدين يلي على قد نفس ال degradation طبع الكاردغان ومعمول الشعر سليك ومحتوط حتى عمينات باللون الأورنج بس بدرجة أغمأ يلي راح أكتر على brown وهيك لمحبي الأورنج وال purple هيدا اللوكس لإلكن راح نكفي سوا ونروح لعن say this color combination لليوم وهيدا yellow and pink أنا مش من محبي هال combination بس في كتير ناس بحبوا الأصفر في كتير ناس بحبوا الزهر وراي ثلاثة لوكس أصفر وزهر ما بعرف ليش بيحيل هاللوك كأنه باربي بس summer بس ice cream هيك عنده mixed feelings عليو فملبوس هال skirt يلي هي من التول ومحتوط فوق هال blazer الصفرة وإضافة هال belt من اللون الزهر عطى attachment للوك وحسينا أنه ممسكوا مع بعض بثاني صورة هال flowy dress باللون الأصفر مع الباك باللون الفوشية والblazer باللون الفوشية أنا حسيت أنه الباك بلكة كافة لا يعطينا على pop color بلا الإضافة طبع البلايزر بآخر صورة هو أحلى لك من هيدا السلايد وهي full suit باللون الزهر والdegradation طبعا مش كتير فائعة جاي أكتر صوب الروز بومبون بس على pastelش مش على neon وما عمل له styling مع هالباك وهالشوز يلي هني يلو بس فيهم hint of green وعطيهم إفكت كتير حلو لأنه السوت سوبر سيمبل وهني عاملين pop color بالaccessories راح نروح مع بعض لعند سابع combination للcolor coordination اليوم أو color combination وهي orange و pink أنا الأورنج وال pink بحبه أكتر بكتير من الأصفر وال pink شفنا قبل الأصفر الأصفر منحسه هيك بالئ ما بعرف إذا هاي الكلمة صحيحة بس هيك كأنه كتير فاتح على فاتح هون ال pink والأورنج عطى degradation وعطى contrast حلو للlook وراي look بياخد العقل بالنسبة لإلي وين فيه degradations لألوان متعددة ومش بس orange و pink so orange, pink وحتى فيه شي مثل على brick color وفيه شي على سومون يلي هو الجزدين بس إذا منطلع على overall look منحس إنه كله in one palette وكلها palette متناغمة ومتماشية مع بعض بتاني صورة عم نشوف هال full pink suit من اللوكس المفضلة عندي كمان ومع هالهات يلي هي لونة orange والحلو كتير إنه هيدا الهات والجزدين جايين من نفس degradation ومنسبينك كتير على الكاركتير طبع اللوك وعلى styling طبع اللوك بتالت وإخر صورة عم نشوف كمان هال high waisted pants باللون ال orange بس يلي فيه hint of red أو orange ناري منسميه ويلي مع blazer محطوطة باللون الفوشية و top باللون الفوشية الشعر طبعا للبنت يلي هو blonde عطى effect كتير حلو على total styling بدي أقول شغلة إذا مننتبه إنه بالصورة اللي وراي عادة بس نكون لابسين هالقدة ألوان فائعة مع بعض ما منضيف عليهم ألوان تاني لأنه تخبص إلا إذا عابلنا نعمل color combo وهيكي fusion للألوان يعني نزيد باك صفرة نزيد هات زرقة مش مع بعض بس بلكي أصفر بلكي أصفر وأرنج وبينك بلكي أزرق وأرنج وبينك بس أنا بنصحكم كبداية لنبلش نعمل هال combinations الحلوين من الألوان نبلش بـ two colors ونبني عليهم شوية accessories أو نروح لإشياء نيوترل ولونة أبيض أسود أو نيوترل و إن شاء الله تكونوا حبيتوا هالأبيضود إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه إن شاء الله يكون هيكي ضاف شيء like funky colors وقلوان حلوة وصيفية لتحمسنا على الصيف شوفكم بالحلقات يلي جاية